السلام عليكم أهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي بداية كشف مدير القطبة التنافسي لشباب بلستاد تفيق قوريشي بأن تتويج شباب بلستاد كان مستحقا لعدة اعتبارات من بينها أن فريقه كان متصدرا للبطولة منذ البداية مضيفا بأن الأندي الأخرى وإن لم تستفد من القرار إلى أنها لم تتضرر التصريح في ميكروفون إسلام اشتوى أعتقد أن هذا التتويج نعتبر مستحق ولكن نريد أن أؤكد على كلمة هامة جدا أننا كنا من الأوائل التي طالبوا بمواصلة البطولة لأننا كنا ندرك فريق المتصدر من بداية الموسم وليس الفريق اللي رح يخاف من ثمانية مقابلات الباقية لأن هذا القرار ما كان حتى فريق عنده ذنب في توقيف البطولة وبالتالي حتى عندما تتخم قرارات تترتب على هذا التوقيف ما لازمش قرارات تكون تصب في بينقوسين عقوبة النوادي على الأقل قرارات لاستثنائية تكون إيجابية تصب في مسلحة النوادي وحتى لو كان يكون نوادي ممكن مش رح تستفيد من هذه القرارات الاستثائية لن تتضرر وحقوقها تبقى محفوظة